السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ الصف السادس درسنا لهذا اليوم هو رفع الفعل المضارع أعزائي الفعل المضارع في الأصل هو مرفوع في الأصل إذا لم يسبق بأداة هو مرفوع مثل ما تعلمنا فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع هكذا تعلمنا فليش راح ناخذ هذا الموضوع لأن بعدين راح ناخذ يكون الفعل المضارع منصوب ويكون مجزوم متى؟ هذا في موضوع سابق في موضوع لاحق إن شاء الله ناخذ الآن نركز على موضوعنا اللي هو رفع الفعل المضارع أولا تعريف الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حصول عمل في زمن في الزمن الحاضر أو المستقبل في الزمن الحاضر أو المستقبل هذا فعل مضارع ثانيا يرفع الفعل المضارع وتكون علامة رفعه الضمة يرفع الفعل المضارع وتكون علامة رفعه الضمة تقتل الشمس الجراثيم تقتل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة فقط الضمة لأنه فعل ليس مثل عدنا مرات الوا واليا الفعل فقط عدنا يرفع بالضمة الفعل المضارع يرفع وتكون علامة رفعه الضمة فعدنا التمارين أعزائي تمرين الأول تمرين الأول استخرج الأفعال المضارعة من الجملة التالية وأعربها أولا تساعد البنت أمها أين الفعل المضارع؟ أين الفعل المضارع؟ أحسنتم تساعد تساعد وهذا هو إعرابها تساعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ثانيا أنا أحب وطني أنا أحب وطني أين الفعل المضارع؟ أحبه هذا هو الفعل المضارع؟ أحبه إعرابه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ثالثا نحن نحترم المعلمين أعزائي انتبهوا الفعل مو إلا يجي في بداية الجملة الفعل ممكن يجي في وسط الجملة نحن نحترمه 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 الفعل نحترم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ثالثا ثالثا نحترم فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره رابعا محمد ينجز واجبه بدقة محمد هاي ما نعلاق بها اسم اسم ينجز هو الفعل ينجز ينجز فعل فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره خامسا المجتهد يواظب على الدرس يواظبوا هي الفعل يواظبوا يواظبوا دير بالكم تكتبون المجتهد أو محمد لا المجتهد واحد هو مجتهد شاطر بس يواظب فعل يواظبوا فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره حب الوطن يسعد الحياة حب الوطني يسعد الحياة إياكم أن تكتبون حب حب ليست فعل حب الوطني هذا اسم حب الوطني يسعد هي الفعل يسعد الحياة يعني تنتبهون أعزائي أنه الفعل المضارع ممكن يجي ثاني كلمة ممكن يجي ثالث كلمة ممكن يجي أول كلمة حب الوطن يسعد الحياة يسعد هي فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره عدنا التدريب الثاني أكمل الجمل الآتي بوضع فعل مضارع مرفوع مناسب في المكان الخالي واضبطه بالشكل أولاً الفلاح الأرض ثانياً أنت فراغ المعلم ثالثاً العاقل فراغ عن الشري أربع فراغ الأزهار في الربيعي خمسة هو فراغ واجبه بإتقان ستة أنا عن الحقي دائماً فالكلمات أو الأفعال هي تكون كالتالي أولاً يحرث الفلاح الأرض الفعل المضارع يحرث أنت تحترم المعلم الفعل المضارع تحترم العاقل يبتعد عن الشري الفعل المضارع يبتعد تفتح الأزهار في الربيع الفعل المضارع تفتح هو يؤدي واجبه بإتقان الفعل المضارع يؤدي أنا أدافع عن الحق الفعل المضارع هو أدافع هذا هو التمرين أعزائي التمرين الثاني الآن التمرين الثالث استعمل الأفعال المضارع في جمال مفيدة التمرين الثالث يكافئ تصبح يكافئ الأب ابنه تفرح تفرح الأم بنجاح أبنائها يحب يحب الناس الصادقة يعود يعود المسافر غدا ترسم ترسم البنت لوحة هذا هو التمرين الثالث عدنا التمرين الرابع ثلاث جمل أعزائي ثلاث جمل يركض المتسابقون في الملعب يركض فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره المتسابقون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو المتسابقون أعزائي الواو لأنه جمع مذكر سالم متسابقون في حرف جر الملعب اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره ثانيا تشارك في المعرض تشارك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره في حرف جر المعرض اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تحترم التلميذات المعلمات هذه لا كاتبينها سأكتبكم تحترم التلميذات المعلمات عندنا تحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم تحترم الضم الظاهرة في آخره التلميذات فعل فاعل تلميذات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره تحترم التلميذات المعلمات فاعل مرفوع من يجي بعد الفعل والفاعل إذا جان اسم هو ماذا تحترم التلميذات؟ تحترم المعلمات إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه ماذا؟ عفية حسنتم جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدل الفتحة فهذه هي جملة الثانية أعزائي بهذا يكون انتهى موضوعنا لهذا اليوم رفع الفعل المضارع إن شاء الله درسنا القادم هو نصب الفعل المضارع وجزم الفعل المضارع أعزائي ارجع الاشتراك في القناة وضغط لايك وفعل جرس التنبيهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا